لدى تفضل سموه بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد للجامعة الأهلية أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الأمم تصنع مجدها وحضارتها بالعلم وأن الدول والحكومات التي سلحت شعوبها بالعلم والمعرفة هي التي فازت في تنافس التنمية والتطور وحجزت لها مقعدا متقدما في ميدان الحضارة لدى حرصت الحكومة على توجيه جهودها باتجاه الارتقاء بمسيرة التعليم الأساسي والعالي لتكون مخرجاتهما داعمة لجهودها نحو التنمية والتطور ولفت سموه إلى أن الحكومة تبدي اهتماما كبيرا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي لأهميتهما في تهيئة العنصر البشري فكل المورد معرضة للنظوب إلى الثروة البشرية وهي مورد دائم ومتجدد والدول التي اعتنت بها باتت اليوم في مقدمة ركب الحضارة والتنمية وقال سموه ثقة عالية بجامعاتنا الوطنية في ضخ الكوادر المؤهلة علميا القادرة على قيادة دفة العمل والتقدم والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعاية سموه الكريمة ووضع حجر الأساس للمبنى الجديد للجامعة الأهلية الذي سيقام في المدينة الشمالية في احتفال كبير شهده سموه بفندق الريتس كارلتون وبهذه المناسبة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القائمين على الجامعة الأهلية بتجهين الحرم الجامعي الجديد في المدينة الشمالية مغربا سموه عن خالص تمنياته لهم بأن يشكل هذا الصرح التعليمي بيئة محفزة على نهل العلم والبحث العلمي وتخريج كفاءات وطنية قادرة على دفع عجلة البناء والتنمية في المملكة وأكد سموه أن الاستثمار الحقيقي يمكن في تنمية الإنسان وتهيئته كي يكون عنصرا فاعلا في بناء الوطن والزهارة من خلال توفير مستوى متميز من التعليم يضمن السمرارية رفض سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة لديمومة الزهار الاقتصاد الوطنية وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن رؤية الحكومة في التنمية انصبت على الاهتمام بالتعليم كمحور نساسي في بناء الإنسان وهما أهلها لأن تتبوأ مستويات متقدمة في التنمية البشرية وأكد سموه أن الحكومة حرصت على تهيئة البيئة المحفزة للأستثمار في التعليم من خلال حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات والمؤسسات التنظيمية التي تكفل ضمان جودة التعليم من خلال الالتزام بالمعايير العالمية لجودة التعليم ما عزز من إسهام قطاع التعليم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وأشهد سموه بما يتمتع به التعليم العالي في البحرين من سمعة طيبة ومستوى أكاديمي متميز بفضل تضافر الجهود في الوفاء بمتطلبات ضمان جودة التعليم للإسهام بدوره البناء في تطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمية وعبر سموه عن فخره واعتزازه بقدرة البحرين على اجتذاب عدد من الجامعات وكبريات المؤسسات التعليمية لتتخذ من المملكة مركزا لها في المنطقة وهو ما يعكس الثقة في البيئة التعليمية في المملكة ويجعل من البحرين مركزا للتعليم الجامعية من جانبه عرباء الدكتور عبدالله يوسف الحواجر رئيس المؤسس للجامعة الأهلية عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على تفضل سموه بوضع الاحتفالات تحت رعايته الكريمة مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة بدعم ورعاية الحكومة المؤقرة ما أبهج هذا اليوم الذي نتشرف فيه بالرعاية الكريمة والحضور البهي لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله ورعاه وهو شرف عظيم وهو شرف عظيم يملأ قلوبنا غبطة ونفوسنا فرحة ويرسم صورة جليلة رائعة من صور الوفاء من راعي التعليم والنهضة في بلاد العلم والحضارة أيادي مجدها أفعال سباقة ورفعت شان ما توطي مباديها يبو يطيب عانق وجهك شراقه مع الأمان كل لحظة تجاريها نعم يا فخر يسمو بين براقح سمى والأرض تقصد ذل بانيها وتنبت حب مكتوب على وراقه خليفتنا وجودك عبراويها ترجمة نانسي قنقر مملكة البحرين وبشكل خاص في قطاع التعليم ودعم رعاية سموه لعدد من المشاريع التنموية في البحرين إضافة إلى الجوائز والأوسمة التي نالها سموه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم قام رئيس الجامعة الأهلية بتسليم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء راعي الحفلة وثيقة العهد والولاء التي أكد فيها مجلس إدارة ومجلس أمناء وعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجميع منتسبي الجامعة الأهلية وقوفهم صفا واحدا متراصا خلف القيادة الرشيدة معاهدين سموه ببذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق ما يصب إليه من تقدم ونماء والزهار معربين عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة الموقرة لتتبوأ مملكة البحرين مكانة شامخة بين الدول واكدين أنهم سوف يسخرون كل طاقاتهم وعلومهم وإمكاناتهم في تكريس الجهود الخيرة لبناء وتشييد مستقبل البحرين الوعدة بعد ذلك تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوضع حجر أساس مباني الحرم الجديد للجامعة الأهلية بعد أن طلع سموه على مجسم لمبنى الجامعة جدير بالذكرة أن مبنى الحرم الجديد للجامعة الأهلية بالمدينة الشمالية سيتكون من تسعة طوابق مزودة بأحدث التقنيات المعمول بها في عالم البناء لتكون طاقته الاستعابية في مرحلته الأولى خمسة ألاف طالب وطالبة من ما تبلغ بعد إنجاز المرحلة الثانية في سنوات لاحقة نحو عشرة ألاف طالب وطالبة ترجمة نانسي قنقر